لكم التحايا مشاهدين ودائماً خلال الصباح نفتح نوافذ الصباح على مساحات سودانية مختلفة نحتفي بهذا الوطن ونحتفي بموروثه الثقافي الذي يستقبلنا عند كل المداخل السودانية وهذه السمات السودانية الأصيلة التي تستقبل كل ضيف عند كل مدخل لولاية من ولايات السودان وأبواب الصباح دائماً نقول من خلالها بلدنا حلوة من قصد البحر استقل السواقية هكذا يقال لكننا قصدنا البحر للعبور إلى بلة فانغول بالضفة الغربية للنيل في أقصى الريف الجنوبي لمحلية المتمة فقصدنا معدية البسابير من أقصى الريف الجنوبي لمحلية شندي وعبر النيل اكتمل بسلام المسير العبور إلى فانغول وما إن حطت الأقدام على أرض فانغول بالما تم إلا وتدافع نحونا العشرات من أهالي المنطقة في استقبال وبشر ينم عن حفاوة بالفطرة عند أهالي فانغول لكنها كانت فوق ما نظن وعلى النيل ما بين تضاريس وطبيعة تتباين ما بين الطين والرمل والحجر تتمدد قرية فانغول تطل على نهر النيل بيذره وضفافه التي تستأثر بعض الجبال بشرف شماء عالية تجلو للناظر ألقا وسحرا لطبيعة من نوع خاص بسم الله أول كلام راصده بالله العظيم رب العباد الواحده وعيب الوجود حيا غديما مهرده حاشاه لم يلد الإله لم يولده يا رب صل على النبي محمده يا رب صل على النبي محمده بثني الكلام للرب حاب ريضه كمل الخصال طهب يما على زايده النور ياشل على فق يبيني والهده واصدر جامل العلوم حوائده يا رب صل على النبي محمده يا رب صل على النبي محمده ليلة وضع نبي البهامخص نظيف مع بغبطيب الجنب جسم العفيف دلق الوغار والهيب لا قدم الشريف واجب الوجود لرب خره ساجده يا رب صل على النبي محمده يا رب صل على النبي محمده سعل النساء في ولادة حاضرات غالا صحيحا رحمة ليبت وهبجات حلفا يمين مثل الرسول ما شنهزات طوبة وحنيا لأموان الوالدات تقول الروايات القديمة المتناقلة على ألسن الثقات من أهل المنطقة أن فانغول ما كانت كائنة في حيز الوجود قبل أن يحكم رقعة واسعة من جنوب المتمة والمنطقة أحد الإفرنجة أو الأتراكي أو الإنجليز ويدعى مستر فانغول ويشار إلى أن مقر حكمه الذي كان يقيم فيه يقع في قمة جبل الكافر كما يسمونه إلى الجنوب قليلا من فانغول وهو لا يزال مزارا وقبلة للباحثين عن تاريخ فانغول والمتمة والواقع أن ارتباط فانغول بالأجانب لم ينقطع حتى اللحظة فعلى بعد كيلومترات معدودات يصلوا للمنطقة مع حولي لفصل كل شتاء عدد من الأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الجنسيات الأوروبية كما يقول أهل فانغول فيمكثون في إحدى القمم الجبالية لأيام لكن قدومهم للمنطقة ظلوا لغزا محيرا للأهالي ورغم سعيهم لمعرفة ما يحدث واستنجادهم بالسلطات لكشف ما يدفع هؤلاء للقدوم للمنطقة والبقاء في الجبل إلا أن الحقائق غائبة تماما ما يعني أن هناك سر ما يكتنفه الغموض النسيج السكاني لمنطقة فانغول لا يحمل تنوعا أو تمازجا يذكر أهل فانغول انحدروا من إحدى بطون قبائل الحسانية واستقروا بها لمئات السنين وتكاثروا شيئا فشيئا لكنهم عاشوا في أمان وتواصل واصلات حميمية مع من جورهم شرقا وغربا فانغول التي تبدو كمجتمع صغير ومتماسك ومترابد ومتكاتف ومتعاون تحتفي بقيم عظيمة ونماذج مشرقة للكفاح والتحدي الإعاقة فعبد الحي الذي يعاني من عجز في يديه تغلب على ذلك بقوة عزيمته وإرادته الحديدية التي أعانته في أن يعمل ويتكسب من رزق حلال طيب يضمن له توفير عيش كريم له ولأسرته الصغيرة وبالقرب من عبد الحي أدهشن الشاب محكوم الذي هو الآخر يعد من أشهر العاملين في التجارة بفانغول ولم تعوزه الحاجة والإعاقة الخلقية في أن يستكين وينتظر المعون والإحسان من الآخرين بل إن مجره ظل قبلة لكل متسوق داخل فانغول وخارجها وبجانب الشام محكوم فإن الجد عائشة أدهشتنا بقوة تصميمها على التحدي الصعاب ففقدها لنعمتي البصر والسمع لم تحول بينها والعمل والإنتاج فظلت تبدع في صناعة منتجات محلية من الزعف يتسابق أهل فانغول على شرائها أمك من ولتك مع ولتك حين تطوط الرجال زي الجريد اللين لالا العدي الوزان و لالا العدي الذية تقدمه تبرق لاح لمبضاة الغراد لا صالحة لاحاح و لالا العدي الوزان و الشعب لالا العدي الذية تقدمه تبرق ثراث منطقة فانغول يعتبر ثراً ومتنوعاً بل إنه أصبح جزءاً من تقليد قديم المتوارث بين الأجيال فالمناسبات العامة كالزيجات والأعراس دائماً ما تستكمل وتزدان بصور من التراث أرجوك يا نسيم يوماتي عبقى بريدة كل ما تمشي جيب لي من خبار جريح عطر قصوفياء التي تغلغلت ورسخت وبقيت في كل منطقة لم تخطئ الطريق إلى فنغول فبها الكثير من مادحي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يعتقون الأمكن والسوح وينثرون بين الناس مقلونات وشمائل السيرة المحمدية العطرة وطن الرجال أحلى السرير الصافية لقلبي السغيم فتنظر مني كافية شوقي عليك ذا الشوق المرض العافية غسماً بمناه وكعبة واركانه القبل بتتمنى سري مكانه غاية قصي زورا وابقى من سكانه لكن المغادير بالقيود مالكانه الأنشطة الاقتصادية لأهل فنغول تتجه نحو الزراعة بتركيز أكبر فأرض المنطقة على النيل لازلت بكر وتنتج محاصلة متنوعة ما بين الحبوب الغذائية وفاكهة المانجو والتمور بجودة نحلية ونكهة وطعم مميزين البقاء في فنغول ليس باليد فهو محكوم بميقات زماني علينا أن نغادرها بحلوله فالتطواف لغيرها والانتقال لما بعدها أمر حتمي لكن الطبيعة في فنغول تأبى أن تغادر الأذهان وتنسل من الوجدان فثمت مشاهد ومناظر وهبطها الطبيعة للنيل بفنغول لا يمكن أن تنسى وإن تقادمت السنوات شكرا عصام الحكيم على هذا التقرير الجميل ودائما هذه الأبواب الصباحية النابضة نحيي من خلالها أهلنا في مختلف الولايات وهذه تحية خاصة لأهلنا في نهر النيل وهذا هو السودان بكل هذا التلوع الذي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني ومع هذا التقرير نختتم صباح الشروق لليوم فتحية لكم ولهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء ولك يا وطن لك يا وطن لك البداية والنهاية والمقاصد والذرة ولك البقاء ولك الطريق الرحب يبشي والبهاء يبقى هناك في انتظارك قائما حتى اللقاء إلى اللقاء